للخلاص من الذنوب مشهد إجلال الله تبارك وتعالى أن يشهد المرء في قلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فإذا ما حدثت النفس صاحبها أن يرتكب ذنبا أو خطيئة عليه أن يشهد بقلبه جلال الله وعظمته سبحانه وأن يذكر أن ربه الجليل الجليل العظيم سبحانه مطلع عليه يرى فعاله ويسمع مقاله فإذا ما تحرك في القلب هذا الباعث حجز صاحبه ومنعه بإذن الله تبارك وتعالى من ارتكاب الدنوب